من ابن ترابلوس والرجل الذي خرج منها رئيس حكومة رسالتان إلى مدينته في أيامها العصيبة الرسالة الأولى إلى الإرهابيين تقول كفى متجرة باسم السنة والرسالة الثانية إلى الجيش بأن يقوم بواجبه بحكمة وعدل ترابلوس بيئة إسلامية بيئة ملتزمة ولكن ليست حاضن الإرهاب ولا بشكل من أشكال حياتها ترابلوس ما كانت لا ضد السلطة ولا ضد الدولة ترابلوسيين كلهم تحتصق في الدولة ولكن على أن تكون الدولة عادلة وتنظرهم كمان مثل ما هنن مستعدين يعطيها لأولا للدولة بدنا الجيش ياخد قرار ويكون حاضر ويقوم بواجبه بحكمة وعدل لأني عم بقول في مواطنين أبرياء عم بيروحوا مثلما يقولوا عم بيروحوا بقول غلط وعن حكاية شادي المولوي توضيح للمرة الأخيرة أنا موضوع شادي المولوي صار بشكل شوية حساسية عندي شخصيا فاليوم كل ما هنم بيحكي شادي المولوي الرئيس مئاتي طلعوا بسيارته والرئيس مئاتي أفرج عنه والرئيس مئاتي كلها لحوة موجود تفضلوا اعتقلوا إذا نحن منرجع لفترة اعتقال شادي المولوي اعتقل نهار نهار باعتقل خميس أو جمعة نهار أحد التيار المستقبكة التيار المستقبكة تداعية إلى اجتماع الطارق في الـ Quality in في ترابلوس وقالت انتقدت أرضية اعتقاله وحتى وزير داخلية اليوم أنا ذاك كان عضو في قطاع المستقبل أدان هذا الاعتقال وأدان الضابط اللي قام بهالموضوع واعتبره من مخلفات الماضي فبالتالي اليوم الانتقاد سهل وكل هالموضوع سهل كل كل انتقاد سهل هالموضوع بيبقى أنه يشكل حسي أنا حياتاً ما عم بدخل بجدال محداً بالموضوع ولكن شادي مولوي موجود تفضلوا مين حطى الغطاء؟ رئيس نجيل ميقاتي يرفع الغطاء عن شادي أنا ما حياتي حطيت غطاء أنا الحمد لله مرتاح الضمير هذا الموضوع ليس لكن بعرفه قبل ولا بعرفه بعد أنا أي واحد بيحمل سلاحه بوش الدولة لا ينتمي إلي ولا بشكل من الأشكال وأنا أرفع الغطاء عن كل واحد ليس لا يعترف بالدولة نحن أهل السنة لا يمكن أن نواجه الدولة نحن أهل الدولة مرة واحدة وللأبد شادي المولوي لم يخرج بسيارة حضرتك ولم تدفع كفالي عنه أنا بعرف أنه شادي مولوي خرج بقرار قضائي لم يخرج بسيارتي ولم هو صادفت في عندي أنا أقول ذلك فعلياً أنا رحت يمط على ترابلوس لأني أدركت وسمعت من القضاء أنه من الصعب أنه يفرج عنه فرحت لحتى أنتص النقمة وأبدو يطلع القرار بعدم الإفراج عنه كنت داعي هيئة العلماء عندي في المنزل وأنا موجودين عندي في المنزل بطرابلوس قالوا أفرج عنه فشخص بما أنه في هيئة العلماء ضغري جابه من السجن زير عندي على البيت وكانت على الواقفة أول مرة وآخر مرة شفت فيها شادي مولوي ما أخذت أكثر من ضائطين وقال لي أنا الحمد لله طلعاً قال له أنت منيح في شيء قال لي سلامتك بالنسبة لأحمد ميقاتي قيل أيضاً أنه كان من حراسك الشخصي أعوذ بالله أهل طرابلوس بيعرفوا أنه في عيال ميقاتي هي مختلفة في عدة عيال ميقاتي المدعو أحمد سليم ميقاتي لا يسألنا أي علاقة قربة ولا بعرفة ولا برألة عندي ولا يوماً ما لكين حراسي الخخاص ولا أي شيء بهالموضوع بتيتاً لا من قريب ولا من بعيد سبقوا سألتك عن وزير طرابلوس أشرف ريفي الذي سبق وغطى هؤلاء هل غطاء مستمر إذا لم يكن غطاء من الجميع فبعض الشخصيات السياسية والأمنية في طرابلوس تغطي هؤلاء كيف ممكن يكون شخص وزير بالحكومة ويحكي هذا الكلام ويتصرف هذا التصليل بالأمس برقاءنا عن صاحب السماحة بطرابلوس كان عندي نداء لأهل طرابلوس أنا لا نلتهي بالأشور أنا اليوم ما بدخل بجدال مثل غيري ولا بدخل بسجال لما كنت بالسلطة بدخل بسجال وبرات السلطة بدخل بسجال كل الناس بتعرف ولا بد ما التاريخ ينصف الناس هل تعتقد أن الصوت وصل إلى وزراء طرابلوس؟ يعني إذا حابين يسمعون نحن حظين وإذا ما حابين يسمعون أنا بهمني طرابلوس يستبعد ميقاتي أن تطول المعارك في عاصمة الشمال ويتوقع حسما للجيش بما أن المؤسسة العسكرية تملك الجهوزية وتحظى بدعم الطرابلسيين الأصليين ترجمة نانسي قنقر